السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشارك فيه شنو الدروس اللي عندكم في الاجتماعيات في الجيهاوي ولي عندكم النيت في السيزيام نذكره جميع الدروس يعني ما نقصد تشي درس في الدروس هادو ودوما اللي عندكم هادوما اللي خصكم تركزوا عليهم سوى في الفورود سوى في الجيهاوي لنك اللي بغا يشترك معنا في القناة هادي مرحبا به رادي بدي توصل بجميع الفيديوهات اللي كنشرح فيهم بعض الأمور اللي مهمة الناس ديال الجيهاوي سيزيام وباك حر علمي وبعد المرات اللي باك أداب حر واللي بغا يشترك معنا في الكورس ديال الجيهاوي أولى باك سيزيام ديال الجيهاوي وباك حر علمي جيهاوي ديال باك حر علمي مرحبا به هاو ما المعلومات عرض الجيهاوي مفتوح دابا إلا عندك الجيهاوي هادو العام أو عندك باكة حر علمي وبيعج ان توجد الجهوي هذا العرض سمخفحك 오히려 هناك المواد الح سواء عندك السزيم أي Reece علمي أو عندك حر علمI سمست influencers والذي أريد تسجل في العرض والذي يتواصل معه PN علىllotsapp سوف يجاوبك على طريقة تسجيل وكل شيء سوف نكون معك على طول العام حتى النهار الجهوي نبدأ بأول مادة اللي هي الاجتماعيات ونبدأ أولا بالتاريخ تاريخ عندكم دروسة الأوروبا بربعة بهم والتي هما تحولات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والفكرية في العالم في القرن 19 عندكم كذلك تنافس الإمبريالي واندلاع الحرب العالمية الأولى تابع هالدرس دي الأوروبا من نهاية الحرب العالمية الأولى إلى أزمة 1929 وهي مرادة تناقشوا شو نوقع في الحرب العالمية الأولى وهو الأزمات وقد سالي بالدرس دي الحرب العالمية الثانية الأسباب والنتائج هتلر مهم بالنسبة الدروس اللي بقعت كانين ثلاثة ديال الدروس ديال المغرب ودرس واحد ديال اللي يقضى الفكرية في المشرق العربي الدروس ديال المغرب عندكم أول درس واللي هو الضغوط الاستعمارية على المغرب ومحاولة الإصلاح عندكم غايتبعوا النظام الحماية بالمغرب والاستغلال الاستعماري وغادي تساليوا بدروس المغرب النظام المغرب من أجل تحقيق الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية هادو هما الدروس بثلاثة ديال المغرب وصافيك تساليوا بالدرس ديال اللي يقضى الفكرية بالمشرق العربي في بلاد الشام ومصر هادو هما الدروس اللي عندكم في التاريخ يعني مادة الاجتماعيات دابع غادي ندخلو للمادة ديال الجغرافية عندكم تمنية ديال الدروس خسكم تركزو عليها وانا غادي نطرحها كاملة أول درس هو التنمية يعني مفهوم التنمية شنو كتعني وشنو هما المقاربات ديالها وكيفاش تقسمات الدنيا في العالم كيفاش تقسم العالم حسب خريطات التنمية الثاني درس غادي ندخلو على المجال المغريبي المغريب ندخلو على الموارد الطبيعية في المغريب والبشرية اللي هو الدرس الثاني المجال المغريبي الموارد الطبيعية والبشرية الثالث درس غادي ندخلو على واحدة سياسة مهمة اللي دارت اللي اسميتها إعداد تراب الوطني وهنا كندويو على الدرس ديال الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد طراب الوطني رابع درس تهو على المغرب وهنا غدندويو على التهيئة الحضارية والريفية والأزمة اللي كان في المدينة والريف والتدابير أو لأشكال التدخل خامس درس غدندويو على مشكل الماء وظاهرة التصحر في العالم العربي وهذا الدرس بالمناسبة راني درته في القناة التانية نخليها لكم التحت واحد اللايف راني شرحت فيها الدرس هذا بو هالدرس كامل راني ديجا حطيتها في الكورس ديال الجيهوي اللي بغي نضم معانا مرحبا بي كذلك كان الدرس ديال الاتحاد الأوروبي والاندماج الشامل اللي غادي له نحو اندماج الشامل يعني هالدويو على أوروبا والدول الأوروبا اللي درته واحد الاتحاد اللي اسماته الانتحار الأوروبي وغا يبقى لنا جزء دروس اللي هما أمريكان الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عظمى وكذلك الصين قوة اقتصادية صاعدة بو هادو هما الدروس اللي عندكم في الاجتماعيات في هاد العام هذا كنتمنى أنني نكون وصلتهم لكم كاملين وفهمتهم شكرا لكم الأخوان على الاستماع ونتلقى في الفيديو الجاي وكملوا يعني استمروا في الخدمة ورا هاد شي هذا رأساهل أنك تفهموا بلي شي ما ديالوا بكل شي والناس اللي اشتركوا معنا في الكورس شكرا لكم بزاف ومرحبا بالجامع ونتلقى في الفيديو الجاي إلى اللقاء شكرا لكم